في أزمة العصر زي بيقوله وتحديداً لعيب كرة القدم عوريضة بشكل عام سوشال ميديا شكراً كيف يتعامل اللعبين مع السوشال ميديا دلوقتي اللي هي عملت خلل نفسي مش بس للعبين خلل نفسي لكثير من الناس في العالم مش في مصر بس كيف يتعامل اللعب الكرة مع الضغوط النفسية اللي بتعرضوها للسوشال ميديا هجوم أو إشهادات مبالغ فيها أو هجوم مبالغ فيه في الحالتين هو بيحصل له خلل نفسي كويس علشان المفروض اللعيب يمعنده حاجة اسمها mental toughness mental toughness يعني القدرة الذهنية ويمكن اللعبنا العظيم محمد صلاح لما طلعه وقال المنتاليتي عادوا يتحكوا يهزروا عليه ايه دي فعلا المنتاليتي هو محمد صلاح انا قريب كده هو بقى سمع في الراديو كانوا بيتكلم بيقولك وجماهير ليفر بول بعد مطش ريال مدريد وهجموه بيقولوا يمشي هالفرق معا بنزل مطش البعض الله هي دي بقى النقطة لو انت طفل لو عندك المنتال toughness ده وده دور الاعداد النفسي انا اعلم اللعيب انه يبقى عنده منتال toughness يعني ايه منتال toughness يعني القدرة على التعامل مع كل الضغوطات سواء ضغوط دي ميديا ودرب تجديد عقد جماهير جمهير تمام جو ويبقى اداءه تقريبا سابت في 90% من المطشاط على مداره مواسم هاتلي كده نعدي كده كم لعيب عندك في مصر ممكن ينطبق علي الكلمة دي ولا واحد شكرا ويقولك احنا ايه لازمة الاعداد النفسي ده انت النهاردة اللعيب اللي هو بيتقلق النهاردة انت منتش ضمن المطش اللي بعده يعمل ايه فيه لعيبة بتيش على مطش وبتيش على جون وبتيش على عاجات زي كده صح صح وبيقى هون ناس مش تاخد بالها برضو انه هو بالفاكرة اللي هو لو جاب جون حلو ده معنى انه حالته نفسية تبقى كويسة ده بالعكس ده ممكن يحصل له خلل اكبر من انه يتعصر طبعا احسسه فجأة انه بقى نجمي النجوم يعني بص الله حضرتك حاجة دائما انا ببقى الآن جدا جدا ساعة ما بنوصل نهاية بطولة افريقيا واحنا قصلنا بطلتين من كتر الحماس اللي بيتعمل وخلاص وبنبتدي نحتفل بالبطولة من قبل ما ناخد البطولة نفس الموضوع ده حصل مع منتخب اليد لما في الأولمبياد ووصلنا وخلاص وكسبنا أولمانيا ودخلنا المربع الزهبي والمدالية قربت فالآخر جدا الملكة السلام ويعني فرصة ان انا مع حضرتك فضل انا عاوز احيي جدا 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 الاتحاد كرة السلة لانه جايبين البروفيسور كندي السيفيد داعه رائع تمام اسمه بريان شاو تمام رجل رائع جدا 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 رجل خبرة كبيرة جدا جدا في مجال الرياضة واتمنى ان مصر تستفيد منه سواء يعني دكتور أشرف يجيبه ويدي دورات للناس الشباب انا سامعا دكتور أشرف يعني متبني مجموعة في هذا الموضوع بس لازم مصر تستفيد من هذا الموضوع ولازم يعني حتى اتحاد السلة يجيب ناس يعني وياريت بقى يعني السلة عملتها اتمنى كده ان انا اسمع كل الاتحادات يعني تحديدا كرة القدم لو جيبنا سكرت القدم فانا بقى اتمنى عشان ما يحصلش زي منتخب الناشئين منتخب القلوم بياريت اشتركوا في القناة